يعني فيه لعيبة كريم بيجي لها فرص تحترف بره وتلاقيه بعد أسبوعين أنا راجع يعني أنا إمام عشور بحبه جدا أنا بكلمك بأمانة ولعيب فعلا ممكن الاحتراف يبقى في حتة تانية وأنا خلي بالك يعني أنا شايف الإمام عشور ده لو كمل في الاحتراف وغير من عقلية ممكن يبقى في حتة تانية لكن أنت ليه النهاردة فرصة بيجي لك وفيه لعيبة كتير بتحلم بيها أنت رحت النهاردة أول ماتش لك لعبت قدام سبورت انجليش بونا في كاس مؤتمر أو كاس اللي بتاع وسجلت وبتاع لازم يبقى عندك شوي الجلت أنت النهاردة فيه لعبة بتحلم بالاحتراف وما بجلاش فرصة وفيه لعبة عالية جدا هتموت اللي هي تحترف فأنا نصحت لي شوف أنا منتمي للزمالكة وهو وأقول لك لا أنا نفسي يرجع للزمالكة أنا نفسي هو يكمل بره اللي هو برضه عنده إمكانيات جمدة جدا بس أنا أقول لك بتفرق عقلية من لعيب للعيب طيب لو هو إمام عشور متاح أنت أكيد متابع كل الأخبار ومتابع اللي بيحصل متاح للماركت في مصر الراجل عيرجع وأنا فاكرة بتفق معاك لو عن نصيحك اللي مفهودي يكمل في أوروبا نفسينا اللي يروح أوروبا يبدل في أوروبا ما يرجعش بس بمعي أنه بقى متاح في السوق المصري يحمل الكلام على زمالك وأهلي وبيرامدز الكلام أنه زمالك ما دخلش أو ما قدمش عرض رسمي بيرامدز والأهلي قدمه أو بيفكره أنه هم يضموا اللعب لو شفت إمام عشور في الأهلي أو بيرامدز دي حاجة هتدايقك ده ما تدايقنيش ما تدايقش بس في الأول وآخر دي احتراف ورغبة لكن أنا زي ما أقولك أنا نفسي حتى الفرق في مصر يعني النهاردة بما العيب يبقى راجع من كده خد قرار اللعب ده لازم يكمل برا لكن أنا النهاردة يعني رجع طيب أنت كنت في مصر طيب إيه اللي صفارك من الأول أو إيه اللي أجيه وقالك أنا عايز أخد فرصة بتاعها طيب والناس هناك على زي ما حاجة يعني أنا شفت معلش فيه لعبة استقبالهم بيبقى عادي يعني لا استقبلوك كويس وأول ما روح تلعبت كمل دوس على نفسك لازم يبقى عندك جلد لكن أرضا هترجع على الدورة ما لعبة كتير بتلعب في الدورة مصر هتفهم قصدي؟ لكن أنا أتمنى يعني أنا نصيحتي ليه لازم برضو خلي بالك كريم الموضوع ده بيدي انطباع وحش عن لعبة المصرية للأسف الشديد يعني أنت النهاردة ليه ما تبصش لمحمد صلاح ليه ما تبصش للنني خلي بالك هو عنده إمكانيات جمدة جدا بس ليه ما تاخدش الناس دي هتقول لي أص الجو برد أص في الدنمارك لا خلي بالك هو مش معنى أنت بتلعب في الدنمارك لا أنت بتلعب في فرقة من أكبر فرقة في الدنمارك فرقة عندها إمكانيات فرقة بتلعب على طول في كاس اتحاد أوروبي أو بتلعب شامبزليج أو بتلعب في تياه فلازم تدوس على نفسك شوية فأنا نصيحتي ليه أنا بحبه وهو برضو لسه ممكن صغير شوية نصيحتي ليه لازم يكمل برضا لازم يكمل برضا لك أنا بالنسبة لي يلعب هنا أو يلعب هنا أو يلعب هنا فالأول هو قراره وفي الآخر هو اللي بي لو رجع إمام عشور في الوقت ده يرجع بنفس المستوى أو تحس إنه يرجع بنفس المستوى أقل هو الطبيعي بعد اللي بالناس بتشوفه برا يعني مش عايز برضو قطع بس برا يا كريم الحياة تختلف والملاعب والجو والتشجيع معالي الشيئة برضو بتوقعتها لكن في الأول وآخر ما عرفش يعني أنا في الأول وآخر هو اللي هو اللي في الحدث نفسه لكن أنا نصيحتي ليه تاني بكررها لو تقدر تكمل برا كمل برا أحسن لك ودوسها على نفسك سنع ممكن تلاقي نفسك في حتة كويسة ترجمة نانسي قنقر